السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الفلاح لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعلى آخر أمور ورسوله أمور الله سبحانه وتعالى من أجل المعارضة بين أمور ورسوله ورسوله هذا المعارضة الذي أعطيت الله أموره عندما قال إنما المؤمنون إخوة حقيقة تصدقاء أمورنا 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 ونحن نجد أن الله سبحانه وتعالى through the Holy Quran and our great prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم through his sunnah he laid down for us the ways that we are establishing this brotherhood between brothers and sisters and also to improve that and keep it and even if there is any problem to fix it and this is very important in building the Islamic society الله سبحانه وتعالى likes the Islamic society to be a united society الله سبحانه وتعالى likes the Ummah in the whole to be a united Ummah this is where this Ummah can be strong and will be able to defend itself and also be able to fix their affairs the problem will happen when the people ignore this basic this basic information basic thing and start to split apart and everyone will be busy with himself or herself and they are ignoring the importance of these relations between them let us look at this hadith of the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم how he encouraged us to try all the time to bring the brothers and sisters together عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه قال عندما أحببته فيه قال أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي قال لا فقط أن أحبه فقط أن أحبه فقط أن أحبه لأسفة الله قال أبي قال فقط أن أحبه فقط أن أحبه أنه الله سبحانه والتعالى أحبه كما أنت أحبه ماهو يا رخي وماهو ماهو كم طريق 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 أن أحبه الله الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة يا ربما سبحانه وتعالى عندما تستطيع أن يكون لديك شخص و بعد ذلك أن تحبونهم تحبونهم ستكون جميلة هنا الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإذا تستطيع أن تستطيع الله سبحانه وتعالى لماذا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فقلت ان يحبهم السلام هو أحبهم وهم أحبهم لذلك نحن نتعلم في هذه الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هناك شخص بدأت أن يذهب ويذهب 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 في أخرى هذا المكان كان هذا المكان كان لذلك لذلك من الله سبحانه وتعالى ليس لأنه هل تخصصوا بها ليس لأنه ليس لأنه يريد أن يجب على المكان لا هذا ليس لذلك فإنه المنزل المنزل هذا المنزل كان لذلك من الله سبحانه وتعالى ويذهب هذا المنزل في الحديث يقولنا كيف تحضر نياحة كل الأوقت بعضنا نعتقد أن النياحة فقط تقلل صلاة أو زكاة أو عبادة حقيقة النياحة هي أحد كل شيء هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنياة لا يقول الصلاة بالنياة الزكاة بالنياة الحج بالنياة لا قال الأعمال وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصة وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصة لصين الله الدين لذلك كل هذه أحيانات تقلل مقلصة لتقلل لذلك هذا صلى الله عليه وسلم عندما تحضر أن تذهب إلى المنزل هذا النياحة في هذا المنزل كان فقط الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما يفعله لأنه السميع المصير 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 مصير المصير المصير يبحث يريد أن نعلم لذلك الله سبحانه وتعالى سين أن قرر فيه وانا مستمر لي فقط ينتهي لكي يأتي لذا عندما يتحدث عنه يسأل لأنه كان في طريق شخص وهذا كبير كما قالنا الله سبحانه وتعالى في القرآن عندما قال مريم عليه السلام عندما قال جبريل إلى مريم عليه السلام قال له في طريق شخص فتمثل لها بشرا سوية كما كان شخصاً لها لذلك الله سبحانه وتعالى يمكن أن يسأل لكل شخص لكل شخص في كل شخص لكل شخص وهذا هو سعيد من الله سبحانه وتعالى إلى ذلك شخص وهذا يظهر لنا كيف سبحانه وتعالى يعتبر أن يتعلم أن يتعلم الواقع بين أخوة والأخوة الله سبحانه وتعالى أن يتعلم عن نفسنا لذلك لا يتعلم عنه لكن الله سبحانه وتعالى يتعلم عنه لأن الله سبحانه وتعالى يتعلم عنه أن يتعلم أن يتعلم بإمكانه وعندما يتعلم عنه وعندما يتعلم عنه أنه يتعلم عنه وقاله أين أنت تذهب؟ وقاله أريد أن أتعلم لأتعلم برد في المنزل في المنزل وهذا يتعلم عنه ويطرت أن يتعلم أن يتعلم عنه لأنه يتعلم عنه لأيكم لأيكم كما نحن نتعلم الناس لأجهزة بعض الوقت لا تقلق لك في عمره وإنهاره يوميا لكن هناك شيئا يحدث وتحتاج إلى المساعدة ثم يقول السلام عليكم كيف هي أخي؟ كيف هي أخي؟ كيف هي الأخير؟ كل هذه الأشياء الآن سبحان الله العظيم أنك تتعلم عن كل هذه الأشياء يجب أن يفهم أنه سأقول لك نقول بالعربي هاتم الآخر فقط أخبرني ما هو المفترض هذا المنزل لأنه كان لك لم ترغبني أو ترغب مرحبا ويقول الآن ماذا يحصل أنا أحتاج لك وأنا لديك وأنا لديك شيئا حمد للعربي هذا هو هذا هو المفترض غ каждый كثير من الجميع يما بالدكارت ستوقتي جميع الأشياء كل طوال لكن هنا diesen سألح لك إذن هذا المنزل لدونية حول أنك سألحب هناك بعض هذه المنزل ؟ أنه لأنك سريد أنك سألحب على المنزل أنت تكون هناك، أو أنت تتعلم معه، أو أنت تفعل أخرى لأنك تجد الكثير من الوصول لذلك 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 إنه سعيد لذلك تجد الوصول على الشيخ الله سبحانه وتعالى وهذا هو المنطقة من هذه الخطبة أننا نريد أن تغييرنا نحن بأسفلنا 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 الحبار السابق له قمن دي ليس بأسفلنا بالأسفل أخوة الله سبحانه وتعالى So he asked him Are you going in this visit Just for Some reason Dunia reason He said no غير أني أحببته في الله عز و جل الله أكبر This is the reason I have no other reason The only reason that I am going to visit him Because I love him For the sake of Allah This reason Brothers and sisters Something These days Is rare Really That You know a person And visit that person And has a good relation with that person Just because of Allah This is something rare But can we Improve it Of course we can Of course we can Because we We try To bring brothers and sisters Friends Through different Different tools these days You know when you have a Facebook You'll be so proud That you'll have MashaAllah I have One thousand friends Followers these things We don't want one thousand followers We need five Ten Just five Ten brothers For the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala Visit them Read with them Quran Study hadith with them Bring them together Establish this brotherhood Sisters Go there Visit your sisters For the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala Talk to them How can I bring my children According to the deen How can I Protect my children Against all these Faiths Which is In the air How I can Protect them These are the things Which will benefit In this dunya And after So when the relation Brothers and sisters Will be Only for the sake Of Allah Subhanahu wa ta'ala In another hadith Nabi alayhi salatu wa salam Told us That one of the Seven categories That will be Under the shade Of Allah Subhanahu wa ta'ala On the day of judgment Is what Rajulan Tahabba filah Two men Of yasli two men They love each other For the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala This is the reason Why they come together And this is the reason They might Split They will be Under the shade Of Allah Subhanahu wa ta'ala On that day Now this man Told the malak That yes I love Or the reason For my visit Because I love This person For the sake Of Allah Subhanahu wa ta'ala Simple Duable All of us We can do that No one can say No I don't have friends Obviously Every one of us Have friends But how many Of these friends Are for the sake Of Allah Subhanahu wa ta'ala This is the question That we have to ask What is the reward The reward Here An-Nabiyya Alayhi Salaatu wa salaam Told us That the angel Told that man Fa-ini Rasulullah Ileyke Bi-anna Allah Qad Ahabba Kama Ahabbtahu Fee Allahu Akbar I am a messenger From Allah Subhanahu wa ta'ala A messenger From Allah Allah subhanahu wa ta'ala Send me Precisely For one reason What is the reason The reason that Allah The almighty Is telling you That he loves you For that Allahu Akbar What a great reward Brothers and sisters This is something We have to strive for Strive for For the love of Allah Subhanahu wa ta'ala So it is simple If we spread the love Between brothers and sisters For the sake of Allah Subhanahu wa ta'ala Then the love of Allah Subhanahu wa ta'ala Will come to us And The love of Allah Subhanahu wa ta'ala Is something Very very great And important And this is something I'll talk in the second khutbah In sha'Allah Allah As'Allah Allah Alhumdulillah Rabbil Alameen Unzul Salatu Atalmuntaslim Ala nabiya Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'een الناس لأسفة الله سبحانه وتعالى إنه عزيز جميعا لأنه عندما يحب شخصا لأسفة الله سبحانه وتعالى هذا يعني أنك تجده سبحانه وتعالى تعمل معا لإمكانك الله سبحانه وتعالى ومعا بعد الغرب سكتها أو زرها تتعرف تنظره وفي نبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قالنا أنه مجتمع من تقريرها لبعضك أن تحاولون أن تكون جيدة لأصابتك من أصابتك لذا تجدون من أصابتك الأخير من أبتك أو أمتك وكذلك أحاول أن تكون أحباً لهم لأنهم كانوا أحباً من أبتك وأن هذا أحب يحدث هذا يعني أنك ستحصل على الله's help ستحصل على الله's توفيق أن الله سبحانه وتعالى ستحصل على الكثير من الأشياء التي تحتاجها في هذه الحياة ستحصل على الله's protection كما ستحصل على الله سبحانه وتعالى حتى أحبه فإن أحببته كنت سماعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها وعينه التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لذا عندما تصل على أحباً أن الله سبحانه وتعالى loves you لذلك تسجبت성이 من الله سبحانه وتعالى لذا عندما تبحث ترى أكثر من الأصсть التي تجب radius الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى س Cristo through seeing the things الذي تجب بها الله سبحانه وتعالى سبق Luballa سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تصبحك ومعكي بشكل ما الذي ستحقه الله سبحانه وتعالى وفي اليوم سنة أين ستكون؟ أين ستكون؟ أين ستكون الله سبحانه وتعالى؟ أين ستكون؟ ستكون في جنة هذا يعني يا أخي و أسرحين أن كلنا الذين يستمعون اليوم يمكننا تحضير نفسنا إلى الله سبحانه وتعالى نحن يمكننا تحضير نفسنا إلى جنة فقط تحضير نفسك تحضير نفسك تحضير نفسك ومعكي بشكل ما الذي سبحانه وتعالى تحضير نفسنا إلى الله سبحانه وتعالى ونحن تقلق على كل هذه نحن 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 لأنه عندما تكتبون بها واتفاق وفاق وطوة 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 إنها فقط فقط محاولة إنها ليست حقاً تجدون أن المعرفة الآن لا تتقلقوا لهم لماذا؟ لأنه يقول أنه يمكنني أن أردتهم مصنع المصنع نحن 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 لكن هناك مختلفة بين مصنع ومصنع هناك مختلفة بين مصنع ومصنع ومصنع النبي عليه الصلاة والسلام يسألنا هنا لنذهب لأنه عندما تذهب لنذهب الآن الهدفات التي تجدون عندما تذهب لنذهب تتقلقوا لنظر من حسنة يتقلون حسنة لنذهب 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 أو لنذهب ومصنع as I said earlier we'll bring the brothers together and exchange ideas think about how to improve our relationship of Allah how to improve our situation as an ummah not only criticizing criticizing that, this, that without giving solutions without trying to do something for the sake of Allah I pray to Allah that all of us will hear and adhere أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجب أن يجب أن يحفظنا كلنا لنصنع الجرس والمشاكل بين كلنا أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وإياكم وأن يتوب علي وعليكم وأن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات وأن يعمل أمن والسلام على جميع المسلمين وأن ينقذ جميع المستضعفين في الأرض وأخذ دعوة الحمد لله رب العالمين أخذ السلام